مجتمع المدني مجتمع المدني طبعا هو من الاختصاصات الوزارة التي يشرف عليها العبد الضعيف ومنذ ان تعينت في هذه الحكومة وانا مقتنع بان المجتمع المدني عنده ادوار كبيرة جدا يقدر يلعبها مش غير فقط الادوار المرتبطة بانه يحقق بعض المنافع للسكينة لا يقدر يلعب ادوار اكبر في التشغيل ويقدر يلعب دور اكبر في المساهمة في النتيج الداخلي الخام ويلعب اكتر في تطوير الامكانيات والكفاءات اللي عند المجتمع المدني ذاته وطبعا بشاركة مع مجموعة المؤسسات الاخرى منهر توليت هذا القطاع ونحن نشتغل على استراتيجية جديدة هذه الاستراتيجية الجديدة تستهديف بالاساس اننا نوفروا واحد الاطار مرجعي وقانوني سهل وشفاف لجمعية المجتمع المدني نوفر له واحد الاطار مرجعي سهل وشفاف للشاركة نوفر له واحد الاطار مرجعي سهل وشفاف باش يشتغل وباش ينتج وهذا هو اللي كنشتغل عليه الآن وشفنا مجموعة من الدول ماشي الدول اللي كنشوف عادة اللي احنا منباهرين بها هذه سنوات ماشينا نفتحنا على دول في اقصى اليمين وفي اقصى الجنوب واللي عندها نتائج باهرة في الانخيرات القوي دي المجتمع المدني هذا شيء هذا تنشتغل عليه ونشاء الله في القريب العاجيل سنعرضوه في البرلمان في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين ونفعلو عليه حوار ماشي وطاني بذلك الصيغة الكلاسيكية ولكن سنحاولو اننا نخرجوا للأقليم والجهات ونستمعوا الجمعيات التي تعاني ومنها هذه الجمعيات هذه وانا عارف جزء من المشاكل المتروحة ولكن بغينا نسمعوا الرؤية دي لهم لتطوير القطع سنجمعوا هاتش نجي ان شاء الله شي نهار نتكلموا عليه ونوفروا للإطار المرجعي والإمكانيات ونطبقوه لانه المجتمع المدني والمهام دي الوزارة دي المجتمع المدني مش هي تدير الأنشطة المجتمع المدني هو اللي يدير الأنشطة احنا نوفر له وظيفنا كوزارة مشرفة على القطع هي انني نوفر له المجال في نشتغل وينتج ويعطي والإكرهات كثيرة جدا بلا من سردها اليوم كانت تكلموا على مشكل دي المشروع الطاموح دي الأوراش انا سعيد به جدا ليس فقط لانه غير سيعطيني فرص الشغل ولكن انا عارف بانه سيكون فرصة لتطوير الملاكات والإمكانيات اللي عند المجتمع المدني بشكل أكبر و سيعطيني فرصة بما ان لا سينيساسي ستخلص انا سهل علي الحوار الذي ستفتح مع لا سينيساسي والوزارة المعنية في الاعتراف بعض المهال الجمعوية اللي ما كانك اعطرف بها تحد وفي التفاعل والتعاطم على الجمعيات على أساس ما هي شركة على المستوى الضريبي لأنها اليوم تعامل تقريبا كيف كيف هذا واحد فقط بغيت نفتح بالنسبة لهذه المنطقة اللي تكلمتي عليها سيد الوزير اعطى الرقم تقريبا لما اعتقد اكس زياد من 500 ضرش شباب على الصعيد الوطني لجلها مغلاق وجلها مهجور وجلها فيه صعوبات على المستوى الربط بالماء والتنشيط وكذا واحد من المداخل الأساسية لمعالجة في الموضوع الآن هو أورج لأن هذين الناس سيدخلون لدور الشباب ويدخلون مجموعة للأنشيطة ويضمنون أن هذين المنشيطين سيتخلصون من طرف الدولة لذلك نوع المصالحة مع هذا الدور الشباب سيتحقق الآن في أفق طبعا المصالحة الكبيرة اللي هي الاستراتيجية اللي يشتغل عليها السيد وزير التقافة وجزء منها هذا العمل اللي تنقوم به على المستوى المجتمع المدني يصعوب يصعوب أنه هذا الشيء نفهمه لأنه كله مرتبط بالوقت 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 ولكن هذا هو التدبير العمومي ما عندك مدير مطالب لكي تسلك مجموعة المساطير مطالب أنك تحقق مجالة أكبر للتشاور وتتلقى مع الناس وتشرح لهم وتقول لهم لأنه لا نملكه الحقيقة كاملة وغير التشاور في حد ذاته على المستوى النفسي يريح ذاك الشارك اللي قدامك على أنه انخرط معك في العملية اللي أنت مقبل على هالحتي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي